في شان إجلاء المدنيين أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فريتشوك إن أن كييف لن تفتح أي ممر إنساني اليوم متهمة روسيا بانتهاك قواعد القانون الدولي وعدم احترام وقف إطلاق النار ما يجعل الوضع خطيرا على حد وصفها يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه فاديم بوتشينكو رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية إن أكثر من مئة ألف شخص ما زالوا في المدينة في انتظار الإجلاء